السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه احلى اخواتوا احلى متابعين في الدنيا رب تكونوا بخير احسن صحة واحسن حال النهاردة ان شاء الله نعمل مع بعض المحشي المشكل في الفرن وكمان الفراخ المشوية في الفرن برضو بتدبيلة جميلة جدا بس قبل ما نبدأ في فيديو النهاردة اللهم صلي وسلم وبركة على سيدنا محمد وعلى قبل وصحبه وسلم تسليما كثير ما شاء الله كان ومن المشاء لم يكن وما توفيق إلا بالله العلي العظيم يلا بقى قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس امرا وبشكر كل الناس اللي دخلت عندي في القناة وبتقول لي كلمة حلوة وكمان الناس اللي سألت علي وقالت لي الف سلامة برضو دول طبعا بشكرهم جدا وبقول لهم ما تحرمشوا منكم ابدا ودائما ومنشرفيني ومنوريني وبجوتكم دائما تاج على راسي ان شاء الله ان شاء الله بقى زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض المحشي بطريقة جاملة جدا وكمان برضو هنعمل الفراخ بتدبيلة برضو ولا اروع طبعا عملت تدبيلات كتير قبل كده للفراخ بس النهاردة ان شاء الله طبعا احسن تدبيلة عملتها وهنشوفها يلا مع بعض ونشوف بقى عملنا وحضرنا الاكل بتاعنا دوت ازاي اول حاجة طبعا معي هنا الفراخ طبعا مغسولة كويس جدا غسلتها طبعا انتم عارفين بغسلها بالملح واللمون والخلد وكمان معلقة الطحين عشان الطحينة بتشيل الزفورة وبعد كده معي بقى هنا هنحتاج زبادي وجسلسة طماطم ومستردة ومعي هنا كمان بصل وطماطم ولمون وتوم وفلفل طبعا وكمان زيت تدبيلة ديت كانت جاملة جدا ويجربوها باذن الله هتعجبكم ويلا بقى ونشوف عملنا بتاعتنا دي ازاي اول حاجة طبعا هحط بقى الطماطم مع الفلفل والبصل وكمان التوم ده الاول حاجة هضربهم في الخلط وبعد كده هفرمهم نعم جدا وهنشوف بقى هنعمل ايه مع بعض طبعا الحسب الكمية المتوفرة عندك يعني انا دلوقتي هعمل فرختين فعشان كده بقى عملت البصلتين وثلاث حبات طماطم وسط وطماء ولمون وفلفل اه حطت برضو اه كم فل ستون هنا بقى بعد ما فرمت التدبيلة نعم حطت بقى عليها علبة الزبادي وحطت معلقة صلصة طماطم مع جون طماطم ومعلقة مستردة ده اختياري بس بتفرق جدا في طعم المشويات بعد كده عشرت اللمون وحطيت الزيت معلقتين زيت نزلت بقى بالتوابل لمعلقة تبابركة صغيرة ومعلقتين ملح ومعلقة فلفل اسود صغيرة برضو نصف معلقة صغيرة من مرأ لورا مطحون ونصف معلقة صغيرة من الحبان المطحون او الهيل المطحون هقلب بقى التدبيلة دي كده مع بعض طبعا زي ما قلت لكم الفراخ مخصولة كويس جدا وكمان عاملة فيها فتحات من تحت الجلد عشان الجلد يدنه شكله سليم وكمان شكله حلو فما بنفتحش في الجلد نفس بنفتح في اللحمة من تحت بس بنسيب الجلد سليم زي ما هو واللحمة يتشرب التدبيل طبعا بدأت بالتدبيلة الاول عشان تاخد كفيتها على ما خلص بقية الحاجات اللي انا هعملها جنب الفراخ تبقى كده خلص كفيتها من التدبيل هدخلها بقى التلاجة ساعتين وبعد كده على ما خلص بقى الحاجات دي نبقى طلحتين هنا طبعا هعمل بقى الصلصة بتاعت المحشي طبعا هعملها نيف 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 زي ما انتم شايفين حطت المادة الدهنية زيت على سمنة وبعد كده بقى حطت الطماطم ورشة سكر على طول عشان الحموضة وعملت مرتب البصل والملح والفلفل السود ونزلت بقى بمعلقة كوزبرة ومعلقة كامون ومعلقة بابرك هسيبها بقى وشايفين بقى شكلها بعد ما سبكت عامل ازاي هنا بقى هضيف عليها رشة من الخضرة بتاعت المحشي بس مش هضيف الخضرة كلها عشان طبعا ما تتبالش في الصلصة بعد كده بقى غسلت الرز وقادي حطت بقى بقيت الخضرة وكمان الصلصة بتاعت الطماط هنا بقى حضرت بقى زي ما قلتلكم غسلت بقى الكوسها بعد ما اورتها وكمان البتنجان وبرضو هعمل معها فلفل هنا بقى لما باجي احشي بحشي كده كل مرة واحدة وبعد كده بحطها في حاجة وبعد كده ارصتها بقى في الحاجة اللي انا هسوي فيها يعني بحشي في حاجة مرة واحدة وبعد كده ارصت بقى في الحلة ارصت في الصنية زي ما انت عايز فلا بنحش مرة واحدة وبعد كده بقى بروح رصين زي ما تشايفين كده ده اختصور للوقت. طبعا احنا هعملها في الصينية. حضرت بقى الصين اللي انا عملها فيها. آآ هحط بقى كل واحدة كده جنب التاني عشان طبعا آآ الرز ما ينزلش في الصينية. فبقفل كده كل واحدة بالتاني. آآ هرص بقى رصة كوسة ورصة بتنجان. آآ وفي النص ان شاء الله هنحط بقى ايه الفلفل. طبعا ترقيتها سهلة جدا وكمان هتفرق جدا في طعم. طبعا الحاجة اللي بتنحط في الفرن بتفرق في الطعم شوية. فنجرب المحشي بالطريقة دي وان شاء الله برضو هيعجبك وهيبقى جميل. حطت بقى زي ما انتم شايفين كده رصة كوسة ورصة بتنجان وكمان هحط بقى الفلفل. ده فلفل الوان. طبعا لو مش عندك هيبقى فلفل رومي بس. كافي اهم حاجة بس نفس الفلفل مع المحشي. ادي كده الفريخ بقى اهم حاجة الفريخ. اهل حاجة في التدبيل ساعتين الى اربع ساعين. لو سبتها يوم كافي في التلاجة بتزيد طبعا بقى طعمها احسن واحسن. لكن طبعا انها مضطرة بقى ان نعملها فقل حاجة تبقى ساعتين. آآ في التدبيل. طلعتها بعد كده اهيت هحطتها بقى افصانية. وهيحطها بقى عليها ورق زبدة وبعد كده الفها بورق الفيل. هدخلها الفرن. آآ طبعا هتقعد ساعة في الفرن. بس آآ قبل ساعة اللي رب. هشيل بقى الورق اللي عليها دوت. واسيبها. آآ دقيقتين بس تحت الشوية. بعد كده هبقى هنا عندي طبعا مش هيبقى في شربة. آآ لكن عنده شربة في التلاجة. آآ طلعت بقى زي متو شايفين كده. ادي الصلصة بتاعت المحشي. كان في آآ مفايد منها معلقتين. حطت بقى عليها آآ مية. وكمان جبت صلصة آآ شربة كات عندي في التلاجة. بس شربة دسمة شوية. فلازم ازودها مية. وحطت بقى هنا آآ مكعب شربة. وزبطت الحد بتاعها. وقادي المحشي بتاعنا. آآ بعد بقى مرسطة الصينية. هدخله برضو آآ الفرن. طبعا آآ مش هنزود الشربة بتاعتها. لان طبعا الكوسة ببقى فيها نسبة مية. وكمان الفلفل برضو. ببقى فيه نسبة مية. فاحنا هنخلي بس المستوى كده نص الصبوع المحشي. وبعد كده آآ هندخلهم بقى زي ما انتم شايفين آآ دي صنية الفراغ. وآآ دي صنية المحشي. زي ما قلت لكم خدوا الساعة في الفرن. بس بعد ساعة الربع بنشيل بقى الوراق اللي عليها. ونسيبها برضو متولعة من تحت. بس الشوية بتبقى اخر دقيقتين بس. آآ وقادي شايفين بقى شكل الاكل بتاعنا عامل ازاي. آآ وان شاء الله برضو لو جربتوه بالطريقة دي هيعجبكم. آآ وكمان آآ دي المحشي اهوت. آآ طبعا شكله جميل وكمان مستوى من تحت. آآ ما فيهوش آآ شربة زيادة ولا حاجة زي ما قلت لكم. آآ وكمان آآ واخد لون جامل برضو من على الوش. هنغرف بقى الاكل بعد ما خلاص بقى طلعنا من الفرن. آآ هنغرفه. وآآ دي الفراخ. زي ما قلت لكم ديت كانت افضل تدبيلة. الفراخ مشوية كانت جملة جدا. وتنفع كمان لاي مشويات انت عايزة تعملها للبط او للفراخ. اي نوع فراخ هتعمله برضو. آآ دي ما انتم شايفين بقى اي دي الاكل بتاعنا اهوت. يلا بقى اللي وصل معي لحدنا ما انساش اللايك. ويارب يكون طريقتي في عمل المحشي المشكل وكمان الفراخ المشوية والتدبيلة بتاعتنا الجاملة دي تكون عجبتكم. وادي شايف ان شكل بقى المحشي عامل ازاي? مرة تانية بقى اشكر كل الناس اللي سألت علي في القناة. ودعت لي دعا وحلوة. وانا والله قمت وعملت الفيديو دوت وانا تعبانة. بس غزبا عني ما قدرش اتاخر عليكم. آآ ويربي دي بقى النهاردة كده واكني يكون عجبكم. في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.